اله لا يستنف تدريباته غدا بإذن الله على ملعب مختار التيتش بالجزيرة احنا بنتكلم خلاص نهاردة لحد بكرة هيكون اللي اتنين فالتدريبات هتبقى يدوبك في 4-5 ايام قبل الدخول في معسكر مغلق بإذن الله يوم الجمعة استعلادة لمواجهة ترجي يوم السبت على استاد القاهرة الساعة 8 بتوقيت القاهرة المباراة هيدرها الحكم الكنغولي جون جاك نادالا وهيكون على تقنية الفار لحلو بن براهيم الحكم الجزائري وممكن هو يصنف من أفضل حكم تقنية فيديو على مستوى إفريقيا مع محمود عشور فلحلو بن براهيم من الحكام المتميزة نتمنى يا رب بإذن الله يكونوا الاتنين موافقين في أداء هذه المباراة على المستوى الفني عايزة أطمنكم على تدريبات الآل الفترة اللي جاية طبعا كانت فيه غيابات في لقاء الزهاب عمر السلية أحمد عبدالقادر أحمد نبيل كوك إن شاء الله بإذن الله في التدريبات الجمعية ابتدائم من الغد هتطمنوا وتشوفوا أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوك عمر السلية لسه شوية وقت يلحق لقاء العودة مش محسومة لسه خمسين خمسين ولكن نقدر نقول إن إضافة وجود أحمد عبدالقادر وأحمد نبيل كوك على تشكيلة الأهلي في لقاء العودة هيفري كتير جدا أنت في لقاء الزهاب اضطررت تلعب بكريم فؤاد في مركز زهير الأيصر وكان موقف غريب جدا عليه لأنه مش متعود يلعب زهير أيصر وموقف أنت مضطر له نتيجة إصابة علي معلول لقاء العودة إن شاء الله لما يكون أحمد نبيل كوك جاهز تقدر تلعب بأحمد نبيل كوك أحمد عبدالقادر عنصر مهم جدا في الناحية لجمية مع حسين الشحات مع بيرسة ومع ريدة سلين